السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الذكر الذي عجزت الملائكة عن كتابتي كان هناك صحابين اسمه رفاعة ابن رفع يقول دخلت الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعتسته فوافق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا علي كما يحب ربنا ويرضى فلما خلص النبي ولما انتهى النبي من الصلاة قال من قائل تلك الكلمات قال فأرم القوم أي سكتوا ما حدش يدري تكلم فقلت أنا يا رسول الله وما أردت إلى الخير فقال النبي والذي نفسي بيدي يعني والله لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا كلهم يبتدرونها أيهم يصعدوا بها أي إلى الله سبحانه وتعالى وفي رواية أخرى أن الملائكة عجزت أن تكتب هذه الكلمات فقال جل وعلا أكتبها كما قالها حتى تأتي يوم القيامة فأجزيه بها بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته